مجلس النواب مجلس النواب حول عدة مراسيم بقانون في بداية جلسته نقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول الحساب الختامي الموحد للدولة السنة المالية المنتهية في الواحد وثلاثون من ديسمبر عام 2020 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020 وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2020 والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني حيث قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على التقارير على أن يتم أخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة المقبلة كما قرر المجلس الموافقة على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في الواحد والثلاثين من ديسمبر عام 2020 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية على أن يتم أخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة المقبلة ناقشت اللجنة الحسابات بصفة تفصيلية مع الجهات المعنية وبالذات وزارة المالية والاقتصاد الوطني حيث استمعت إلى آراء الوزارة حول بعض الاستفسارات والأسئلة المطروحة واستلمت الأجوبة شفويا وكتابيا حول الاستفسارات المقدمة وفي نهاية الجلسة قرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول تقرير الاقتراح بقانون بتعديل المدة 465 من قانون التجارة الصادر وتمت إحالته إلى الحكومة الموقرة لوضعه في صيغة مشروع بقانون جاء هذا المقترح بتعديل المادة 465 من قانون التجارة المتعلقة بتداول الشيكات والذي بموجبه يتمكن البنك المسحوب عليه الشيك بصرف المبلغ المتوفر في حساب صاحب الشيك إذا طلب المستفيد ذلك والتأشير على الشيك بالمبلغ المتبقي جميع الحقوق القانونية مكفولة بالمبلغ المتبقي اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ناقشت هذا المقترح ولله الحمد تمت الموافقة عليه كانت جلسة مجلس الشورى الثامنات عشر جلسة حافلة حيث تم الرد على عدة أسئلة والأخذ بالرأي النهائي على مشروعي بقانون وأيضا مناقشة عدة تقارير ليستكمل مجلس الشورى سلسلة العمل الدؤوب في شتى المجالات شوق العتمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين